فاتح كده مساحات كديره فدور الشرط الأولاني وحتى في الشرط تاني لدرجة ان الفريق آآآآآآآآآآآآ كان هو المستولي على كورة في معظم الأوقات النادي الاهلي لم يتوقع هذه الشراسة وده غريب لازم اتوقع ان الفريق ده جريع وعايز على حساب النادي الاهلي وده حقه نعم آآآآآآ piramids نعم حقه ده بشراثة كبيرة جدا اي فريق. ودي. نعم. يمكن لو لقى فريق صغير ما كنش هعمل كده. نعم. انما لقى النادي فرصة النادي الاهلي ان هو يعيب على النادي الاهلي ويقدر يعود جزء من المشاكل اللي حصلت له. نعم. دي كلها المشاكل اللي حصلت بالنسبة النادي الاهلي. واستراخي في الاخر وضيع كرة بسهولة جدا. نعم. سواء افشا من البداية وبعدين لما جات للشنة وهكذا. فدي كلها مشاكل اعتقد النادي قد درس منها مش حاز النقاش. نعم. لان البطل لا يمكن يظل على هذا الحال. ده صحيح. مؤكد ان هينطفض النهاردة. نعم. انتفاضة تانية مختلفة. نعم. وبذكرى فريق سموحة المباراة الاولى. نعم. برضو كان هناك تراخي وشوفنا الجول اللي جي فينا. صحيح. في الوقت الاخير. بقى منازبة سموحة تشكيلة سموحة كابتن فضل الهاني سليمان لحرص المرمى في تغييرين ايضا في خط الدفاع زي النادي الاهلي. اطهر الطاهر. محمود البدري. راجب نبيل. وشريف رضا. اه. شريف رضا على حساب كناريا. ومحمود البدري على حساب محمد عبد المنعم. محمود حليم وحمد حمص. مصطفى فتحي وحمد عبد القادر. عبد الكبير الوادي. وديرك نيسا بامبي. اه. دي تشكيلة سموحة. برضو اه جريح من مباراة الاسماعيلي. وا اه. اول فريق اه. الحق هزيمة بالاهلي هزيمة.